اهلا بكم في حلقة جديدة من المسيح هو الحل هل تعلم عزيز المشاهد ليه سقط الشيطان سقط الشيطان وترد من السماء بسبب خطية الكبرياء ازاي هو حاول ان ياخد مكان الله زي ما جيه في اشعية الاية بتقول كيف سقطت من السماء يا ظهرت بنت الصبح كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم وانت قلت في قلبك اصعد الى السماوات ارفع كرسية فوق كواكب الله واجلس على جبل الاجتماع في اقاصي الارض اصعد فوق مرتفعات السحاب اصير مثل العلي الشيطان بيقول اصير مثل العلي يعني مثل الله الكبرياء خطية بس خطية ليه لاننا بننسب لانفسنا اشياء ومميزات الله اللي اعطاها لنا ووصلها لنا له لمساعدة الله ما كناش وصلنا لللي احنا فيه فبدل ما نعطي المجد والشكر للواهم اللي هو الله نعطي المجد لانفسنا عزيزي المشاهد كلمة الله بتحذرنا من الكبرياء في سفر الامثال للملك سليمان قال قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح مثال في الكتاب المقدس واحد اسمه ملك اسمه نبخز نصر كان ليه ممالك كتيرة وامبراطورية يعني من الاخر كده وتشامخ على الله وكأنه هو الله ما تصلحش حاله الا لما الله كسره اخي اختي من حقك تكون فخور بنجاحك وبانجازاتك بس بصراحة لازم تعطي الحق لصاحبه اللي هو ربنا وهو اللي وصلك لنجاحك وانجازاتك عندنا شخص متواضع جدا في الكتاب المقدس الشخص ده هو السيد المسيح وبالرغم من انه كلمة الله وانه الله الظاهر في الجسد الانجيل بيقول عنه كده اللي ايه بتقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع المسيح يسوع كان فيه الفكر ده الذي اذا كان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله وهو انسان هو الله لكن لم يحسب خلصة ان يكون معادلا لله لكنه عمل ايه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شب الناس جاء في صورة عبد المسيح المسيح قال تعلموا مني لإني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم عزيز المشاهد اتعلم من المسيح التواضع اتعلم من المسيح التواضع لإن المسيح هو الحل اشتركوا في القناة